من هو الأوريغالو يا شيخان الجليل؟ ماذا كان يفعل؟ وما دوره؟ هو كبير الكهنة يأخذ الأموال من الناس يعيدهم بأشياء يقفون على بابه ليل نهار يعتقدون فيه أنه سيحل كل مشاكلهم وسيسخر لهم الآلهة وكان على علاقة قوية بآذر تحياتي لك يا كبير الكهنة آذر، ماذا جاء بك يا آذر؟ ولدي، ولدي إبراهيم يتحدى الآلهة ويفسد علينا دين آبائنا وأجدادنا إذن فاقتله يا آذر هذا خطر عليك عظيم أو ترده خارج البلاد؟ أقتله؟ ألا أجد حلاً آخر عندك يا أوريغال؟ ألم تبحث عن حل عند آلهتنا؟ أو عند الإله الأعظم مردوخ؟ يا ويلتي، يا ويلتي إن لم يرجع إبراهيم عما يدور بعقله سيشعل البلاد ناراً لن تنطفئ أبداً يا آذر، أنت صديق قديم ومن المهم أن تعلم أن القادم أسوأ وأن ما تقوله خطر عليك وعلى ولدك وأن إلهنا مردوخ الأعظم لن يقف صامتاً أمام ما يفعله إبراهيم سيصب عليه اللعنات وربما قتله إنك لن يعمل وزير ما أحوال الأوريغالو كبير الكهلة؟ هل أعجبته الهدايا؟ إنه يعشق الذهب والفضة والخيلة؟ إنه يبلغك شكراً وامتنانه يا ملك الولوك ويطمئنك أنه سوف يأتي بنفسه ليشارك جنانتك احتفالات العيد سأكون عيداً عظيماً عيداً تاريخياً أستعرض فيه عظمتي وقوتي أمام العالمين النمرود لن يموت النمرود لن يموت نعم النمرود ماذا؟ لن يموت لقد مرت السنون ولم يظهر ولن يظهر في البلاد من يهدد عرش النمرود هيا 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 أحضروا الجواري فأنا فأنا شيتي مفتوحة شيتي مفتوحة للنساء والخمر هيا 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 ها هيا هШАها ها 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 نساء أجريح والخمر النساء والخمر هيا 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 جهزوا للاحتفالات نعم جهزوا لاحتفالات العيد هيا 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 ومن الآن ومن الآن هيا سمعاً وطاعة يا ملكنا العظيم سمعاً وطاعة يا ملكنا العظيم أيها الإله مردوخ احفظ لنا لوطاً واجعله عابداً ساجداً خادماً لك وتولاه برعايتك يا إله الآلهة يا رازقنا وراعينا وحافظنا من كل سوء احفظ لوطاً يا مردوخ أين لوط؟ إنه مع سارة وإبراهيم كيف يكون يوم الاحتفاء به ولا يكون في حضرة الآلهة؟ كيف؟ أنت تعلم يا آزر أن سارة لم تنجب حتى الآن ولعل لوطاً يخفف عنها ما تعانيه هي وإبراهيم من عذاب عدم الإنجاب يا ولد يا حبيبي كيف ستعيش بلا سنة في هذه الحياة؟ قلبي يحترف عليك يا إبراهيم يا سيد الآلهة يا لامعاً تتألق في السماء قدمنا لك القرابين والهدايا لكي يكون لوط من عبادك المباركين يقتحم إبراهيم الحفل ويقول لهم أتريدون من الصبي أن يحضر هذا الحفل الأثيم؟ يا قوم اتقوا الله واعبدوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أبتاه يا أمه ماذا تعبدون؟ نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين أخطرواه أخطرواه أحرقوه أخطروا هذا الرجل ولدي ولدي ماذا استفدتم يا أصحابي مما رويته عليكم عن إبراهيم حتى الآن؟ قل يا حسن عرفنا الإيمان الفطري الذي بدى على إبراهيم قبل أن يأتيه وحي ربه وشجاعة الزائدة وقوة الإيمان والثقة بالله نعم يا أبنائي علينا جميعاً أن نثق بالله تعالى مهما زادت الشدائد والمحن وأن لا نخشى في الله لوم تلائم كما فعل أبو الأنبياء ولكن كيف جاءت لسيدنا إبراهيم فكرة هدم الأصنام وتحطيمها؟ قل كل من عند الله؟ يا سارة لماذا لا تأتون معنا للاحتفال بالعيد؟ فأنا مشغولة بعمل المأكل والمشرة والجواري يساعدنني في ذلك سيكون يوماً جميلاً تعالوا معنا فسوف يحضره الملك النمرود والأوريغالو وسيكون يوماً عظيماً يشغل الناس فرح ومأكل ومشرب واحتفالات ومن الغريب أن إبراهيم قد وافق أمه على الحضور في ذلك اليوم مما أثار دهشة زوجته سارة حيث أمرها أن تهيئ لوطاً وتجهزه حتى يشهد ذلك اليوم ويلبي دعوة أم إبراهيم هيا هيا اقتربوا اقتربوا هيا 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 إلى التمثيل إلى الخير وإلى البركة وإلى الفلاح هيا إلى شراء أفضل الآلهة وأنفعها للناس بل آلهة أنا الأفضل إنها من صنع آذر هيا هيا إلى المعجزات هيا إلى الكرامات هاتي هذا الإله أعتقد أنه سينفعني فماذا يأكل؟ يأكل الزبد والسمن والعسل والنبيذ يشربه ليل نهار آه لو صدق هذا الإله وأعاد لي زوجتي يا رجل لا تقول هذا فالآلهة لا تكذب وزوجاتك هي الكاذبة صدقوا الآلهة صدقوا الآلهة قبل أن تغضب عليكم هيا هيا مع الآلهة فمن يشتري قبل يوم الزينة والتفرغ لللهو واللاعب هيا يشتري قبل أن يرحبني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انه يعشق اللحم ويشرب الخمر بكثرة في المرة القادمة سآتيه بلحوم طازجة لكن ابراهيم عليه السلام لم يحطم الاصنام الا بعد محاولات كثيرة لاقناع قومه بتوحيد الله والكف عن الشرك به وعبادة الاصنام من دون الله تعالى صدقت يا سعد وهذه نقطة لم يلتفت اليها كثير من الناس ان ابراهيم كان حليما واواها وصبورا ومع ذلك لم يستجب قومه له في كل المرات التي دعاهم الى توحيد الله وما على الرسول الا البلاغ المبين فلقد نصحهم وارشدهم لكنه مستحب العما على الهدى يا بني وهذه آيات تدل على ان ابراهيم لم ييأس بل حاول كثيرا قبل ان يكسر اصنامهم لاحظهم وط اللعات ترايه مولاي زدوني 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 ذهباً فوق جسدي زدوني لأتزين بي هيا 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 بل الذهب الذهب هو الذي سيتزين بك يا مولاي نو 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 يوم زيناتي يا وزير أليس كذلك؟ العالم كله ينتظرك يا مولاي يا إلهنا العظيم يا حبيبتي كم من فتاة تزوجت واستمرت زواجها سنين بلا إنجاب إلى أن أنجبت فهوني عليك وها هو لوط قد ملأ عليكم الأيام سعادة وهناء هيا هيا استعدي للاحتفالات هيا هيا يا سارة هل أمي إلي يا جارية؟ سمعاً وطاعتني يا سيدتي سوف يأتي إبراهيم ولدي وسوف تأتي معه سارة ولوت ليكون يوماً مشهوداً أتألم كثيراً فسيدتي سارة لم تنجب حتى الآن ششت سموتي لا تذكريني بأي شيء يفسد مجيء إبراهيم ولدي هيا جهزي معي الطعام هيا نمرح ونفرح في الدل حماية الآلهة أكملوا فرحكم وطبلكم وأكملوا الغناء والرقص والمرحة الملك النمروض ملك الدنيا يبعث لكم بالطعام والشرام كنوا واشرابوا وازدادوا لهواً ولاعباً أنا أنا أمهر صانع تماثيل وآلهة أريد أن أصنع تمثالاً للملك تعال هنا أتريد أن تشبه النمروض وتصنع له تمثالاً لا 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 إنه أعلى وأقوى تعال إلى السجن والعذاب الأليم لا اتركوني 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 أيها ماذا لو ذهبنا معه؟ إذن لكان مكاننا السجن والتعذيب؟ لقد تدخلت الآلهة لتحمينا من بطش النمروض وجنوده فضل الأصنام علينا كبير 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 واستعد الجميع للذهاب للاحتفال وأحضروا القرابين والطعام والشراب للآلهة فنظر إبراهيم إلى السماء ثم قال لأمه إني سقيم ولن أستطيع الذهاب معكم وعندما رحل الجميع قال إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وسمعه بعض المرة وغضبوا مما سمعوا وذهب إبراهيم عليه السلام إلى الآلهة المزعومة ذهب والناس في غفلة في احتفالات ولاهو ولعب ذهب ليثبت لهم أنهم على الباطل وأن الحق آت لا محالة وبينما الناس في احتفالات صاخبة كبيرة في لاهو ولعب وفرح ومرح ومأكل ومشرب وبينما النمرود وسط جنوده وحاشيته وبطانة السوء وإلى جواره الوزراء والأمراء والخدم والحشم وبينما المهرجون يلهون الناس فيرقصون ويغنون في يوم الزينة وأم إبراهيم وأم إبراهيم مع النساء فرحة بالعيد والكل مشغول بفاكهة يوم الزينة ولحومه وخمره ونسائه كانت الأصنام على موعد مع إبراهيم وإبراهيم على موعد حاسم معها غير مجرى التاريخ ترجمة نانسي قنقر